في الثاني من يناير الفين وتسعة عشر اطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة لتطوير الريف المصري شكلا ومضمونا لتحسين حياتي الاسر الاكثر احتياجا الا وهي مبادرة حياة كريمة نني اسألن اليوم انطلاق هذا المشروع الطموح مستعينا على تنفيذه بالله حياة كريمة دي الحلم كانت حلم للمصريين مجموعة شباب حلموا وكان عندهم امل ان هما يغيروا في البلد ويخلوا كل المواطنين عندهم نفس الفرصة في الحياتية وكفاءة الحياة الجميل في الموضوع ان المجموعة الشباب دي اتفاجئوا انه في قيادة سياسية فعلا سمعت لهم وفتحت لهم بابها وجمعتهم ولقوا ان فيه فعلا تجاوب مع احلامهم وانه لا احنا محتاجين نعمل فعلا تحطوا الشغل ده على استراتيجية التنفيذ الدولة او الكادة السياسية استهدرت في المشروع القامحة كريمة ان يتنفذه على ثلاث مراحل المرحلة الاولى والمرحلة التانية والمرحلة التالتة فيه عدد من الكرة تم تحديده في كل مرحلة وبيعمل اساسا على البنية التحتية وتطوير البنية التحتية في هذه الكرة العشد فاكرا هو شمل اخيرا كمان العشويات المؤسسة بتعمل على محور تاني ومحور بناء الانسان خلينا نقول الوعي المجتمعي خلينا نقول الوعي الصحي خلينا نقول الوعي النفسي خلينا نقول الوعي الرياضي 45 ألف المتطوع بيشتغلوا على الارض للارتقاء بالمعيشة المواطن وتوفير حياة كريمة ليه في كافة المجالات بنقدم ده من خلال قطعات مختلفة بتشتغل عليها المؤسسة بتغطي الدعم في مجال التعليم ونشر الثقافة والوعي حياة كريمة رسمت ملامحها على خريطة مصر في أعوام قليلة من توفير سكن آدمي به المرافق الأساسية والمتطلبات اللازمة كفة وإنشاء بنية تحتية لمشروعات متناهية الصغر ومن إطلاق قوافل طبية مع تقديم خدمات علاجية ببناء وتجهيز المستشفيات والوحدات الصحية مع النهوض بالخدمات التعليمية من بناء ورفع كفاءة المدارس حياة كريمة نفذت 27500 مشروع تنكين اقتصادي قدمت مليون 23 ألف خدمة مباشرة للفئات الأولى بالرعاية قدمنا خدمات طبية تقريباً بمعدل مليون وربعمية وسبعين ألف خدمة طبية متنوعة في صورة قوافل أو خدمات مباشرة في صورة عمليات أو تحويلات أو توفير فقصات مختلفة الحمد لله حياة كريمة كمان شاركت في مشروعات طوق الأضحية ووزعنا على أهلينا حوالي 130 ألف كيلو لحمة في الفترة دي غير أن احنا عملنا كمان تقريباً 38 ألف كيلو بعدها في الفترات المبعدة لن تقف حياة كريمة عند هذا الحد بل كان لها دور في تبني أنشطة أخرى كإرسال القوافل الإنسانية والإغاثية لمساعدة قطاع غزة شبابنا موجودين على معبر رفح بيقدموا كل الدعم والمساعدات لإخواتنا إذا كان في تسهيل الدعم اللوجستي في مرور الكافلات اللي بتوصل لإخواتنا هناك عن طريق كافة مؤسسات المجتمع المدني النهاردة وصلنا مؤسسة حياة كريمة وصلت أكتر من 200 شاحنة بما يزيد عن 6000 طن من المواد الغذائية ومستلزمات الطبية والميا والملابس خصصنا كل حسابات المؤسسة بالكيم للتبرعات داخل وخارج مصر عملنا حملية التبرع بالدم في كل محافظات الجمهورية وبعد مرور أعوام قليلة من انطلاقها وبتحدي غير مسبوق تحقق حياة كريمة طفرة تنموية في شتى المجالات لتدرج على منصات الأمم المتحدة كأحد أفضل الممارسات العالمية لأهداف التنمية المستدامة برنامج الإلمائي للأمم المتحدة يعني هو قال في إحدى تصريحاته أن ده أكبر مشروع عمل أهلي تنموي دوليا وهو مشروع قومي حياة كريمة على الصعيد الآخر برضو ذكرت نفس هذا التصريح المنصق العام أو الممثل العام للأمين العام للأمم المتحدة في مصر المنصق العام إلينا بانوفا وهي يعني ذكرت المضابة في أكثر من يعني مناسبة أن مشروع قومي حياة كريمة هو أكبر المشروعات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة على الرغم من الصعوبات المالية التي يشهدها العالم أجمع إلا أن مراحل العمل بحياة كريمة تسير بخطا ثابتة بما يتخللها من مراحل تستهدف تغيير حياة الملايين من المواطنين قاتني الألاف من القرى المصرية في نسب إنجاز في بعض المجالات والقطاعات تجاوزت الـ 65% والـ 96% إحنا في مثلاً في وحدات الصحية والبريد والمدارس إحنا داخلين في حاجات يعني مصر أعتقد أن الحمد لله إنجازت في المرحلة الأولى إنجاز قوي جداً بيتم تقييمه في المرحلة دي وتسليم المشروعات المتبقية حياة كريمة ليست مجرد اسم لمبادرة رئاسية أو مؤسسة خدمية بل هي عمل مستمر وفكر نابع من جهود الدولة والقيادة السياسية نحو النهوض بالريف المصرية عاماً تلو الآخر يتحقق المزيد من الإنجازات فضحقة كهذه رسمت على الوجوه ونفس انتابها السكينة والأمان بعد توفير بيئة آدمية صالحة وحياة متكاملة تحت مظلة حياة كريمة محمد عادل إكسترانيوز ترجمة نانسي قنقر